عندما بدأت احتم بجودة الصوت على فيديواتي في اليوتيوب بدأت ابحث عن المعدات اللي بحتاجها حك تسجيل الصوت في النهاية احتجت اخذ وائد معدات عشان اغطي كل احتياجاتي لكن اذقت لكم في جهاز واحد ممكن اغطي كل احتياجاتكم حك تسجيل الصوت كيوتيوبرز عندي ثلاثة هداف من هالفيديو اولا ان احسن جودة الصوت في فيديواتكم ثانيا ان احاول اوفر لكم اكثر كمية فلوس ثالثا ان اقلل عيد للجهزة اللي بتحتاجونها واي تعقيدات فهالفيديو مناسب حق الوادم اللي يبون حسنون جودة صوت فيديواتهم باقل تكلفة ممكنة فالجهاز اللي بنتكلم عنه اليوم هو الرود وايرلس جو جهاز سعره 200 دولار فقط وهي السعر وايد رخيص نسبيا لعدد الاحتياجات اللي بيغطيها هالجهاز دي احين خلنا انتقل للاستخدامات اللي بتحتاجها كيوتيوبر وشون هالجهاز بساعدك يمكن اول واكثر استخدام شائع على اليوتيوب هو تسجيل الصوت لما تتكلم حق متابعينك ناس ما قاعد نشوف احين فانا قاعد استخدم ميكروفون الوائرلس جو وتلاحظون ان جودة الصوت وايد ممتازة عادة بتحتاج شيئين ميكروفون وجهاز لاسلكي ينقل الصوت من عندك للكاميرا والشيء الحلو في الوائرلس جو ان جهاز نقل الصوت والميكروفون يكونون موجودين في قطعة واحدة ناس ما تشوفون هنين والحلو بعد ان الجهاز يسمح لكم توصلوا الميكروفون خارجي يمكن اذا بتوصل الميكروفون بجودة اعلى نفس الميكروفون دي اللي يسمونه اللاف مايك او اللافلير مايك خلنا نفرض مثال ثاني قناتك تركز اكثر على المقابلات مع الاوادم فبتحتاج مايكروفون وجهاز يوصل الميكروفون دي الى الكاميرا او بتحتاج جهاز تسجيل تسجل عليه الصوت وبعدين لما تسوي تحرير الفيديو تسوي تنسيق بين الصوت اللي موجود على الكاميرا والصوت اللي موجود كان في الميكروفون نفس ما تشوفون خليت الجهاز حين على مسكة يد واقدر من خلالها اسوي مقابلة أنا أتكلم وبعدين أحرك الميكروفون للشخص الثاني وأقدر بعدين أرد عليه فعندك ميكروفون لا سلكي بنفس الجهاز والأحلام من شدي أن جهاز الوائرلس جو لأكسسوار بسعر رمزي يسمح لك أنك توصل الميكروفون على هذا الشيء فيصير عندك ميكروفون شكله وايد احترافي وأقدر بعين من خلالها أسوي المقابلة معي أحد بهذا الشكل فوايد أنصح بهذا الشيء إذا تسوي مقابلات وايد على اليوتيوب فالمثال العقبة بنقول عندنا منتاج ونبدأ نسجل صوتنا عليه عادة بنستخدم ميكروفون نفس هالمايكروفون دي اللي يعطيك صوت وايد واضح لكن بتحتاج جهاز يدعم الـ XLR ومن خلال الجهاز دي يتوصل سلك الـ USB للكمبيوتر وتسجل صوتك أو تستخدم جهاز ميكروفون في سلك USB يتوصل مع الكمبيوتر عشان تحصل جودة صوت حلوة لكن مع جهاز الـ Wireless Go مع أنه مو مصمم حق هاي الشيء شفت أنه تقدر تستخدمه بعد حق تسجيل الصوت على المونتاج الصوت اللي حين تسمعونا من ميكروفون الـ Wireless Go موصل بشكل مباشر للكمبيوتر بدون أي جهاز بينهم فالصوت قاعد يطلع بوايد حلو وواضح خلا نجرب نقرأ شم شيء كان نحن قاعد نسوي منتاج حين من الشيء اللي أحبها في الـ Wireless Go أنه حجمه وايد صغير وخفيف فدائماً تقدر تشيله معاك حتى لو ممتأكد أنه كنت بتستخدم الجهاز ولا لا والشيء اللي بعد أحبه مع الميكروفون أنه تقدر تشرج الجهاز باستخدام الـ USB-C معناة الـ Power Bank يقدر يشحن الميكروفون أي وقت تحتاجه طبعاً إذا أنت تصور أفلام على اليوتيوب مثلاً أو عندك ممثلين أو عدة أشخاص تبين تسجل صوتهم عن بعد تقدر تستخدم جهاز الـ Rode Wireless Go توصل فيه ميكروفون Shotgun Mic نفس هالميكروفون دي وبعدين تحصل الصوت من هالميكروفون للكاميرا بشكل لاسلكي الميكروفون موصل الآن بشكل لاسلكي مع الكاميرا باستخدام الـ Wireless Go طبعاً أنا أعارض الميكروفون لكم هنا كمثال بس عشان تعرفون أن الجهاز موصل بالـ Wireless Go بشكل لاسلكي وشوية تسمعون جودة الصوت نسبياً لجودة الصوت اللي موجودة عندكم حالياً في فيديوهاتكم طبعاً تقدر تستخدم أي ميكروفون أنت تتبي أهم شيء أن يكون فيه الـ 3.5 مليمتر أورديو جاك اللي معروض لكم الآن على الشاشة وفي المثال الأخير بنفض أنك تبي تسجل صوت بجودة عالية على تلفونك انتقلنا حين للتصوير من التلفون الناس ما تشوفون الـ Wireless Go موصل وعشان نتأكد أن هاي الشي نطق عليه ونشوف أن الصوت قاعد يطلع من عنده فالحمد لله كل شيء تمام قاعد يستخدم الجوجل بيكسل 4 طبعاً أي تلفون المهم أنه يدعم وائر معين بقى رويكم الصورة منه وحط لكم رابط في الـ description لازم يكون عندك هالواير USB-C للـ 3.5 مليمتر وبعدين استخدمت بقى الواير ويتشوف أن الصوت صراحة ممتاز تمام فمثال أنه يقدر ركب هالمايكروفون دي على الشخص يمشي مسافة بعيدة ما في مشكلة صوت طائمًا بيكون واضح لأنه قاعد يطلع من هالمايكروفون دي وبشكل لاصلكي قاعد يوصل للتلفون فشيء عجيب خاصة حق اللي يحبون الانستجرام واللايف على الانستجرام مثلاً طبعاً كل شيء لعيوبة من عيوب الجهاز دي أنك بس تقدر توصل مايكروفون واحد بكاميرا واحدة وإذا تبي تركب أكثر من مايكروفون بتحتاج عدتين من هالجهاز وبتحتاج ميكسر على الكاميرا عشان تدخل أكثر من مايكروفون على الكاميرا وبعدين تفصل اللفت والرايت شانيل تحصل صوت شخص على اللفت شانيل وصوت شخص ثاني على الرايت شانيل لكن هاي بس إذا تبي تسجل أكثر من شخص في نفس الوقت بيستخدام مثلاً اللاف مايك والشيء الثاني لازم تحط في بالك أن الجهاز مافي اكسلار هاي الشيء مو عيب في الجهاز لكن الجهاز ما كان مصمم أصلاً حق الميكروفونات الاحترافية كان مصمم أكثر حق الأشياء اللي خف اللي تناقشنا فيها فبس لازم تحط في بالك إذا الميكروفون اللي عندك يستخدم الاكسلار مافي طريقة أنك تشبك مايكروفون الاكسلار بشكل مباشر مع جهاز الوايرلس كو ان شاء الله عجبكم الفيديو دي وعشان تتابعون محتوى أكثر من عندي اشتركوا في القناة